أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب هذه السورة العظيمة أيها الأخوة سورة الجن سميت بالجن لما تضمنته من الحديث عن الجن ومقصدها والله أعلم هي إبراز نموذج من غير البشر آمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بوحي الله الذي يدعى إليه قريش كأن الله تعالى يقول انظروا إلى هؤلاء الذين ليسوا من الإنث وإنما هم الجن قد آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ثم أيضا في هذه السورة دلالة إلى على أن هؤلاء الذين يزعموا قريش أنهم بينهم وبين الله نسبه ولقد علمت نعم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبه ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فقريش كانت تعتقد اعتقادات الجن حتى أنهم كانوا يستغيثون بهم ويتعوذون بهم كما سيأتي فالله عز وجل أراد أن يبطل اعتقاداتهم في الجن وأن هؤلاء الجن خير منكم في سماع كلام الله والإيمان به فالسورة مقصدها هو إظهار هذا النموذج تعريضا بقريش الذين كذبوا وإبطالا لاعتقاداتهم في أمر الجن إبطالا لاعتقاداتهم في أمر الجن ولهذا سيأتي عدة أمور تدل على ذلك قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ما هي القصة التي نزلت بها السورة قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وأصحابه إلى سوق عكاب فصلى في الطريق صلى الفجر بأصحابه فكان الجن حضورا بين يديه وقد كانوا رأوا أنهم كانوا يسترقون فرأوا كما قال الله عنهم وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة فقالوا أنها ما ملئت حرسا شديدا وشهبة إلا لأمر في الأرض وقع فانظروا فساحا الجن في الأرض يبحثون عن أمر حدث في الأرض فجاء نفر منهم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر في قومه فلما سمعوا هذا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا فيهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنوا به دخل قلوبهم ورأوا عظمة هذا القرآن فانبعثوا إلى قومهم مندرين وداعين إلى هذا الدين هذه رواية الرواية الثانية التي هي ألصق بسورة الأحقاف في قول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني ذاهب إلى الجن أدعوهم إلى الله من يذهب معي فلم يخرج أحد منهم ثم قال الثاني فلم يخرج ثم قال الثالثة فذهب معه عبد الله مسعود فذهب إلى موطن الآن يسمى هو محبس الجن تعرفون في مكة هو الموضع الذي لقي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجن تحت شجرة فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند شجرة فأبقى ابن مسعود قال ابقوا هنا ثم ذهب عليه الصلاة والسلام فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى أنني رأيت تحادرهم من الجبال فاجتمعوا إليه ثم استمعوا ثم دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن فآمنوا هذه رواية أخرى لعلها ألصق بسورة الأحقاف أما هنا فالله عز وجل يقول قل أوحي إلي أنه استمع يعني الله عز وجل أوحى إلى نبي أن نفرا جاءوا واستمعوا إليك القرآن بصلاة الفجر ولم يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه هواية تدل على عدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام له وإنما سمعوا فآمنوا ولهذا قال قل يا محمد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ولم يقل إن نفرا من الجن جاءوا إلي واستمعوا القرآن هذا والله تعالى لا قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أيها الإخوة والله إن هذا لمشهد عجيب سمعوا القرآن مرة واحدة مرة واحدة فقالوا ما قالوا إنا سمعنا قرآنا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا تعجبوا منه من بلاغته وفصاحته وما فيه من الهدى والدعوة والإيمان ولهذا قال يهدي إلى الرشد أي كمال العقل عارفوا أن هذا القرآن يهدي إلى كمال العقل بسماعهم لأول مرة كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي إلى التي أقوم نأخذ من هذه الآيات أيها الإخوة أن الجن مخاطبا وأن الجن يستمعون إلى حديثنا ويفهمون حديثنا وأن الجن يتلون القرآن وأن الجن مكلفون بهذه الشريعة كما أن الإنس مكلفون نأخذها كلها من هذه الآية في قوله قل أحيائي لي فقالوا إن سمنا قرآن عجبة قال الله عنهم فآمنا به وهذا نأخذ منه أيضا أيها الإخوة أهمية إسماع القرآن للعالم أهمية إسماع القرآن لغير المسلمين إسماع القرآن فقط أيها الإخوة له أثر عظيم والله لو كان الوقت يسع لرأيت ذكرتك مشواهد عجب والله إنها عجب في تأثير القرآن بلفظه لمن لا يعرف اللغة العربية لمن لا يعرف اللغة العربية هناك شخص أقول أمر على شكل سريع شخص في أمريكا جعل له مشروع أنه جمع مقاطع صوتية مؤثرة في مسجل وجعل معه سماعات فيذهب إلى المقاهي إلى المقاهي التي يجلسون فيها فيقول عن ذلك أريد أن أجلس معك أسمعك مقطع هم يظنون أن هذا المقطع موسيقي أو أغنية يستمتع بها يقول والله ما إن أضع السماعة على أذنه أو يضع السماعة على أذنه إلا ويستمع القرآن إلا وتجد التأثير قد بدأ عليه حتى يقول بعضهم يستند على على الكرسي قد غاب عني في ذهنه يقول الله إن بعضهم يجهش بالبكاء لا يعرفون معنى هذا القرآن ولا يعرفون المعنى لكن هذا القرآن دخل قلوبهم فطرة أحسنت وافق فطرتهم فطرة التي كانوا عنهم لماذا أقبلوا أقبلوا فكان القرآن أثرا فيهم من أقبل على القرآن كان للقرآن أثرا فيهم وهذا معنى قوله هدى للمتقين أي هدى للذين اتقوا الإعراض والتكذيب وأقبلوا يقول فكنت أذكر يعني بعد ما يستمعون هذا المقطع أريد آخذ شعورهم يقول وصف للقرآن شيئا لا أصدق فأحد يقول هذا ليس بكلام بشر والثاني يقول هذا هزك يعني والثالث يقول لا وجدت من الأنس ما لم أجده في غيره من المقاطع هم لا يعرفون أن هذا كلام الله كيف لو عرفوا أنه كلام الله نحن بحاجة أن نقول للعالم يا أخواني هذه رسالة الله اسمعوها وأوها وأن ترجمها لهم وأن ندعوها لهم ولله الحمد الآن الأمة فيها خير لهذا لكن كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ما قال تدعوه فقط يسمع كلام الله فإن من سمع كلام الله عرف أن هذا هو الحق قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولن نشرك بربنا أحدا بسماع آيات فقط عرفوا أن الله هو الواحد وتبرأوا من الشرك الذي كانوا عليه ولذلك يدل على أن الجن كانوا على شرك كما أن الجنس كانوا على شرك قالوا ولن نشرك بربنا أحدا ثم قال الله عنهم وأنه تعالى جد ربنا الجد هو الغنى أو العظم العظيم أو الغني وأنه تعالى جد ربنا عظم الله عز وجل في نفوسهم ومن هذا نأخذ أيها الأحبة أن أعظم ما يعرف الإنسان بالله ويملأ قلبك تعظيم لله ومعرفة هو كتابه هو كتابه الكريم إن كنت تريد أن تعرف ربك فعليك بقرآن يقول أحد السلف لقد تجلى الله عز وجل في كتابه ولكنهم لا يبصرون لماذا لا يبصرون لا يتدبرون لا يتأملون لا يقفون مع الآيات حتى يعرفوا وصف ربهم وأسماءه وصفاته ويعرفوا موامره ونواهيه وشرعه فيمتثلوا ذلك كله فيعرفوا ربهم عز وجل من خلال هذا القرآن قال الله تعالى عنهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولده عرفوا أن ما كانوا عليههم هذا يظهر من هذه الآية أن هناك قوم منهم نصارى وأن منهم يهود أو أن هؤلاء كانوا نصارى أو يهود نقال ما اتخذ صاحبة ولا ولده مما يدل على أن فيهم نصارى يزعم أن عسى ابن الله قول ولا ولده فما اتخذ صاحبة يستعين بها ويستخدمها ولا ولدا يستغني به ويستكثر به فسماعهم القرآن بعثهم على معرفة الألوهية الحق لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان يقول سفيهنا من هو سفيههم؟ إبليس الذي أغواهم وأضلهم وبيّلهم طرق الشر طرق الشرك ووقعهم في الظلال فهو السفيه بل هو كبير السفهاء يقول سفيهنا على الله شططا يعني الشطط هو الخروج عن الحد شط عن ذلك يعني خرج عنه فهم يقولون أن سفيهنا قد شط بنا عن الطريق الحق ثم قال الله وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ما كنا نظن أن أحدا من البشر سيكذب على الله ويزعم وينسب إليه ما ليس له لسلامة فطرتهم وأنهم عباد لله قال ما هو أنه ظنن أن لن تقول الإنس والجن وتقديم الإنس هنا دليل على إيش أنهم أعظم كفرا من الجن وتكذيبا تقديم الإنس أنهم أعظم لأن الرسل في الأصل بُعِثُوا إلى الإنس الرسل بُعِثُوا في الإنس والجن تبعا لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأنه في قراءات في هذه السورة قراءة ورش عن نافع وإنه وإنه كان رجال وإننا لمسنا السماء وإننا كنا نقعد منها قراءة حفص وأن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هنا يبينون صورة العرب وفي هذه الآية إيش فيها تأريض بالمشركين وأنكم يا أيها المشركون يا قريش على ضلالا فيما أنتم فيه حينما تستعينون بالجن الذي يخاطبهم بذلك هم الجن والذي يعلن ذلك هم الجن يقولون يا معشر قريش يا أيها العرب يا أيها الإنس أنتم تعوذون بالجن وأنتم على ضلال وإنما يزيدونكم رهقا وخسارا وإثما وإرهاقا ورهقا في أنفسكم قال الله سبحانه وتعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال كان العرب إذا نزلوا منزلا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ثم يأمنون يأمنون فينامون حتى يصبحون فكانوا يستعيدون بزعماء الجن من سفهائهم فرأت الجن أن لهم سطوة على الإنس فطوعوهم ولهذا قال فزادوهم رهقا إما زادوهم يعني تخويفا منهم وخوفا أو زادوهم رهقا هنا إثما وكفرا وإشراكا بالله عز وجل والتعبير بالرهق دون الإثم ودون الإرهاق ودون الكفر ودون الخوف دال على أن هذه الكلمة تجمع كما وردت عن السلف يعني معاني كثيرة قال الله عز وجل وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحده يعني ظنوا الإنس كما ظننتم أن لن يبعث الله أحده فكأنهم يقولوا يا قريش ظنكم بأنه لا يبعث أحد ظن كاذب ظن غير صحيح كما ظننتم أنتم قبل ذلك فهذه الآية فيها درس لقريش كما قلت لكم إشارة إلى أن هذا نموذج من الجن قد آمنوا وكذبوا ما أنتم عليه من اعتقادات فاسدة قال الله سبحانه وتعالى عنهم وأننا لمسنا السماء أي تحسسنا السماء وتثبعنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وقد كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السم ويسمعون من أهل السماء فينقلونه ويزيدون عليه كذبا ففي قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حجبت السماء عنهم وملئت حرسا وشهبا ملئت حرسا من الملائكة وشهبا يقذفون بها لمن أراد أن يسترق السم لماذا؟ تعظيما لمقام الوحي الذي سينزل حتى لا يصل إليه أحد كما يقول الله عز وجل في آخر السورة قال الله عز وجل وإن وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا كنا نقعد نستمع ونأخذ من نسمع من كلام أهل السماء ثم ننقله من أخبار الغيب ونحن ذلك يجد له شهابا رصدا ما الفرق بين الشهاب والرصد الشهاب قيل أنه شهاب النجوم والرصد رصد الملائكة والله تعالى علمه أو شهبا ترصدهم فتقتلهم قال الله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا يعني ما هو مرادهم يقولون أن هذا الرصد لأمر يريده الله في الأرض فما هو هل هو خير أم شر وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بسبب هذا الحجب السماء أم أراد بهم ربهم رشدا يعني أم أراد الله عز وجل أن يحفظ السماء من استراقي السمع لأجل الوحي الذي سينزل فهم يعني تصوروا أن يكون ذلك بسبب أمر أراده الله خير للبشر وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك يدل على أن الجن كان فيهم مؤمنون من أهل الكتاب وهم درجات صالحون وغير صالحين إما أن يكون مقصود هنا صالحون وما دون ذلك في الصلاح وإما أن يكون صلاح وغير صلاح وهو الكفر لكن يظهر والله تعالى أعلم يبين هنا درجاتهم في الإيمان درجاتهم في الصلاح ليس هو المقصود هنا إسلام وكفر لأن الآية التي بعدها ستبين أنهم طائفتين وإنما أنهم طائفتان وأنما هنا أراد أن فيهم صلاح بين صالح ودون ذلك ولهذا ما قال وأن منا الصالحون وغير الصالحين قال ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا يعني طرائق مختلفة أنهم درجاتهم في الإيمان يقول الله سبحانه وتعالى عن الجن وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وهربا يعني هنا في إيمانهم بالله عز وجل وبيان أنهم يعرفون قدر الله تعالى قدر الله تعالى في الأرض أنهم لن يعجزوا الله سبحانه وتعالى ولن يعجزهم هربا أين يذهبون وهو هذا تعريض بهؤلاء المشركين الذين لم يقدروا الله حق قدره قال الله سبحانه وتعالى وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا به فقط سماع آمنوا به فأين أنتم يا أيها العرب ويأيها الإنس من سماء هذا القرآن الذي أنزل من أجلكم نعم أحسنت أحسنت هنا قال وأن لما سمعنا الهدى يعني عارفوا أن هذا القرآن لم ينزل إلا للهدى لهداية البشر عارفوا أن هذا القرآن هو هدايتهم ولم يقولوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَ هنا للدلالة على إيمانهم بأن هذا هدى وهذا نأخذ منه أي لخوة أن الإنسان يستمع القرآن للهدى استمع القرآن ليهتدي والله من استمع القرآن وأخذ القرآن وتدبر القرآن وقرأ القرآن ليهتدي فسيجد حلاوة وأثرا وسيتذوق هذا الطعم الذي ذاقه هؤلاء الجن حينما قالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي الى الرشد إذا أردت أن تجد لذة القرآن الأنس به وتستمتع به فاقرأه للهدى اقرأه للإهتداء والإمتفاع والإيمان والعمل بذلك ستجد أثرا عظيما قال الله سبحانه وتعالى فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا أخذوا هذا من آيات سمعوها فقط حرفوا أن من يؤمن بربه فلن يُبخَس حقه عند الله ولن يعيش إلا سعادة وطمأنينة لأنه مع هده الله عز وجل لن يُرهَق في هذه الحياة لن يجد رهقا وخوفا وتشعبا ومشقة فإن هذا الدين سيبعثه على الخير والسعادة والطمأنينة فقوله ولا رهق في الدنيا أو في الآخرة وأنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ هنا بيّنوا فرق أنهم منهم مسلمين ومنهم القاسطون في الآية السابقة مِنَّ الصَّالِحُونَ ومِنَّ دُونَ ذَلِك فالأولى دليل على بيان طرقهم في الصلاح وهذه بيان أنهم طائفتان في الإيمان والكفر ولهذا قال المسلمون وقاسطون وأنَّ مِنَّ المسلمون الذين أسلموا ودخلوا في دين الله واستجابوا لدعوة الرسل من أنبياء بني إسرائيل وهذا يدل على أن الجن كانوا على دين وأنهم كانوا ممن يتبعوا الرسل ثم قال وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ قاسط ما هو؟ الجائر إذن أين القسط وهو العدل؟ المقسط في الجور يقال قاسط وفي العدل يقول مقسط مقسط يقال أن سعيد بن جبير لما أتى به الحجاج ليقتله قال ما تقول فيه؟ قال أنت قاسط قاسط عادل فتعجب أصحابه كيف تقول ذلك؟ فقال الحجاج ما أجهلكم إنه يقول أنت ظالم كافر كيف عرف هذا الحجاج؟ هو يحفظ القرآن فقال ما تقرؤون وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ أي الجائرون الظالمون وتقرؤون أشل آية الثانية تدل على أن العادل الكافر وأنهم والذين كفروا بربهم يعدلون أن يعدلون عن عبادته إلى الكفر فانظر إلى دقة أيضاً استنباط سعيد بن جبير وفهم الحجاج قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ما قال فمن أسلم فأولئك رشدوا ما الفائدة التي نأخذها من تحروا رشدا أن الإسلام أنك تسلم لتجد الرشد والكمال والعقل والإيمان والهدى تتحرى في هذا الإسلام الخير والعقل والهدى والإيمان والكمال تحرى فالإنسان أيها الأخوة يتحرى الرشد بهذا الدين من خلال تتبعه لمحاسن هذا الدين والطاعات التي تهدي إلى الرشد والكمال فالإنسان يتحرى ويطلب ويطمع إلى كمال دينه من خلال تتبع أمر الله عز وجل ورسوله وابتثالهما قال الله أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لم يذكر في المن أسلم وعد الجنة لأن هذا يعني معلوم بقولهم تحروا رشدا أنهم إذا رشدوا وكملوا في إيمانهم فإن هذا لهم الجزاء الأوفاء وقال فكانوا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أورد بعض البوسرين إشكال هنا قالوا أن الجن مخلوقة من النار كيف يقول فكانوا لجهنم حطبا الجواب أن الله عز وجل يجعلها عليهم نارا محرقة في الآخرة ولهذا لما قال الله عز وجل في شأن إبليس في النار إيش الآية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم هذه ليس فيها آية أخرى هذا لا ينفي أن الله عز وجلها في الآخرة في النار يجعلها عذابا عليهم قال الله سبحانه وتعالى وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقَاً أشكلت هذه الآية على المفسرين من حيث هل هي خطاب من الجن أو هي خطاب من الله لقريش أحسنت الحقيقة أبدع ابن عطية والواحد في أنهما سلك المعنيين في هذه الآية أنها خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وهي خطاب من الجن لقومهم قل أوحي إلي أنه استمع وقل أوحي أنه لو استقاموا على الطريقة يمعطوفة على الأول السورة أو هي من تمام حديث الجن ابن عطية نظم المعنيين حقيقة جميعا في أن هذا من بديع القرآن وأسلوبه وعرضه قال الله وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ما هي الطريقة؟ الإسلام قل لذلك الإسلام يسمى طريقة بل هي الطريقة الحق وأن لو استقاموا أي قاموا بها حق القيام لأسقيناهم ماء غدق وهذا يبين أيها الأخوة أن الاستقامة سبب للخير كله كما قال الله عز وجل في سورة نوح قلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا فقال هنا لأسقيناكم ماء غدقا ولاحظوا أن الله عز وجل يعدهم بالإيمان بمصالحهم الدنيوية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فهذا الدين أيها الأخوة يأتي ببركات الدنيا والآخرة بركات الدنيا والآخرة فأين الناس عنه الذين يريدون الغنى ويريدون الدنيا هذا الدين سبيل لذلك بإذن الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى لنفتنهم فيه هذه آية أشكالة تعالى المفسرين لنفتنهم فيه لكن يظهر أن فيها درسا وفائدة عظيمة وهي أن ما يؤتيه الله عز وجل من المؤمنين والكافرين من أمور الدنيا من المال والزينة هو فتنة لهم كما قال الله عز وجل في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا لنبلوهم أيهم أحسن عملا فما يعني ما يعطي الله عز وجل للمؤمنين هو نعمة بإيمانهم وتقواهم لكنه فتنة قد يصرفهم ذلك عن دين الله فكأن الله تعالى قال يبين وحذر الإنسان من أن يكون ما يعطيه الله سببا لصرفه عن دين الله قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا يا ذنب الله من يعرض عن ذكر ربه في آية أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا قد ورد في بعض الآثار أن الكافر في النار يجعل له جبلا يؤمر بصعوده يؤمر بصعوده ويجر بالسلاسل ويقرع بالمقارئ من خلفه حتى إذا بلغ نهايته أسقط خر به على وجهه في أسفل الجبل ثم يؤمر مرة أخرى يصعد به في الجبل ثم يهوى به وهكذا عذابه لا يفتر عنه وهذا معنى قوله سنرهقه صعودا سنرهقه صعودا إنه فكر وقدر والله تعالى قال الله سبحانه وتعالى هنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أي أن المساجد هي لعبادة الله فلا تصرفوها لغير الله عز وجل ويدخلوا في هذا المساجد إذا كان الخطاب عن أهل الكتاب الصوامع والبيع التي خصت لعبادة الله عز وجل في ذلك لكنها اليوم المقصود بها بيوت الله تعالى التي يعبد الله تعالى فيها نعم لا الأضرحة ليست الأضرحة التي فيها قبور لا هو أحسنت هنا كان الأخ يشير أنه لا تد وأن المساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا كأن يؤخذ من هذه الآية عدم جواز إقامة أو وضع القبور في المساجد لأنه يعبد فيها من دون الله فيطاف على القبر ويسأل صاحب القبر إلى غير ذلك حسنت سيكون الله خير قال الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ ما معنى هذه الآية في المعنين إن كانت الجن أنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في أصحابه قام الجن كادوا يكونون عليه لبدأ يجتمعوا تلبدوا عليه واللبد تلبد يعني اجتمع تراصوا عليه وإن كان في شأن الكافرين فأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم تجمعوا عليه في أذيته وتآمروا عليه في صده وإعراض الناس صد الناس عنه والمعنى كما ذكرت لكم تحتملهم الآية قال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا يعني ليس في شأني إلا أني أدعو الله عز وجل ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ليس بيدي نفع ولا ضر قل لا أملك لنفسي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد لن ينفعني أحد من الله دون الله ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومنجأ إلا منه سبحانه وتعالى إلا بلاغا من الله أي ليس لمنجأ إلا أن أبلغ رسالة الله عز وجل فينجين الله عز وجل بها ولذلك هذا دليل على أن أبلاغ رسالة الله تعالى من أعظم أسباب النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة قال الله إلا بلاغا من الله ورسالاته ما هي الرسالات ما هي الرسالات هي آيات القرآن هي آيات القرآن إذن القرآن رسائل كما قال الحسن إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل من ربهم هذا قرآن رسائل ربانية أيها الأخوة يقول فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار والله لو أننا أخذنا هذا المنهج الذي كان عليه السلف في أن أخذنا هذا القرآن كأنه رسائل ربانية تهدين إلى الحق والخير والاستقامة والسعادة والله لوجدنا فيها خيرا عظيما وهي سبيل سعادتنا وكمالنا قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَعْصِي وَمَنْ يَعْصِي أَقَلُّ عَدَدَهِ أَخَذَا أَخَذَا أَنْ مُفَسِّرُونَ بَعْضُهُمْ الدنيا فيه في اغتناء وتكثر بالأموال والأولاد والأنصار قال الله سبحانه وتعالى عن نبي قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا لما نزلت الآية التي قبلها قال أحد المشركين أينما تأذن به يا محمد فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي وقتا محددا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول والمراد بالغيب هنا غيب الساعة وغيرها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وما يطلعه على عباده ورسله قال الله إلا من ارتضى من رسول أن الله عز وجل يطلع رسله من غيبه كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب الذي كان في الدنيا أو ما أخبره مما سيكون في الآخرة أو ما أخبره عن حال النار وحال أهلها والجنة وأهلها كل ذلك من الغيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي أن الله يحيطه يحيط هذا الرسول الذي بعثه الله تعالى بوحيه حتى لا يكون للشيطان سبيل في وسوسة أو إدخال عليه أو غير ذلك فإن الله يحيطه إحاطة لوحيه حفظا له من أن يكون في وحيه لبس أو تلبيس قال الله عز وجل خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم إما أن يكون مقصود ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم فيكون مبلغا لرسالة الله تعالى كما بلغ أو ليعلم الله عز وجل أن قد أبلغ الرسل رسالات ربهم وأحاط بما لديهم سبحانه وتعالى من العلم وهذا دليل على أن الوحي محاط من الله تعالى كل لحاط فلا يكون له مدخل من البشر وهو دليل على كمال الوحي وصدقه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يحيى ثم ختم الله تعالى السورة بقوله وأحصى كل شيء عددا فهو دال على كمال علمه سبحانه وإحصائه للبشر وإحصائه لأعمالهم وإحصائه ما كان عليه أنبياؤه هذه السورة الكريمة يليخ سورة الجن هي سورة تخبرنا بخبر الجن وعن حالهم مع القرآن فهي والله خير معظة لنا فيما يكون لنا مع كتاب ربنا أن نستجيب له وأن نؤمن مستمعين لهديه وأن نكون كما قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين بكتابه وأن يجعلنا من المستمعين لهم إيمانا واهتداءا وأن يرزقنا التذوق حلاوته والأنس به صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك